بتاع نبدأ جيمي بالاهلي بقى النادي الاهلي الفترة المضاية الفترة مش القليلة احنا نتكلم في شهر او شهرين مباريات مثلا السبع او الثمانية الاخوارة مع مارسي كولر تحس انه بدأ يحط قوام اساسي بدأ يبقى فيه شغل فني مفهوم واضح جدا لمارسي كولر وتفتكر البداية بتاعت مارسي كولر كان بيغير كتير كان بيغير في طريقة اللعب كان بيغير في الشكل التكتيجي كمان في ارض الملعب دلوقتي لا بقيت تفهم من نادي الاهلي عاكي انك بتفرج مسلا على ايه مديد فانتفاهم ان شروطي بيلعب ازاي متفرج على السيتي لأ سيبك من السيتي عشان جور دي لأ ما حتش بيغير فيه ما بيعمل ايه بتفرج على اي فريق في العالم حتقدر تفهم هو شكله عامل ازاي الاهي دلوقتي بقى بالشكل ده انه بقى فريق واضح جدا للكل الحالة التمرس بتيجي بعد الاجادة كولر بيجيد من بداية المسم كولر قدر يعمل ريكوردوران ممتاز حصل له شوية تعصر معتاد من النادي الاهلي مش من كولر في دور المجموعات لكن الرجل لو بيلعب لاتحاد المنستيري الفريق قوي جدا وصيف الدوري التونسي في دوري 32 من دوري ابطال افريقيا بيتجاوزوا زهابا ايابا منذ توليه المسئولية فالرجل بيجيد احكم سيطرته على الدوري تماما على كل المواجهات المباشرة المحلية والرجل بيجيد تماما بنتكلم دلوقتي على المرحلة اللي بتتكلم عليها كريمة مرحلة التمرس الرجل بدأ يحط ايده على كل شيء مش بس على قوام اساسي لقى الرجل بيحط ايده على كل شيء امكانيات اللاعبين عيوب اللاعبين مين يقدر يديله ده كمان قدر انه يلجم من شهوية الهجومية هو رجل من المدرسة الهجومية جدا حتى مع منتخب النمسا ومنتخب من المنتخبات الصغيرة في اوروبا هي دي فلسفته وهي دي طبيعته وهي دي طريقة لعبه الرجل حول ده قدر يلجم ده بشكل كبير خلال المواجهات الكبرى قدام بيرامدز في الكاس عمل ده قدام بيرامدز في مواجهة الدور الاول 3-0 عمل ده ترك الاستحواز وقت ما كان بيتولى المسؤولية تاكيز جونياس والاستحواز الكبير اللي بيعملوا بيرامدز في كل المباريات عمل ده قدام الرجاء في القاهرة ثم قدام الرجاء في المغرب قادر انه حتى في المواجهات الكبيرة لجم كتير من انطلاقاته الهجومية والشكل الهجومي اللي بيشتغل بمارسيل كولر فالنادي الأهلي قبل ما تنقل أنه النادي الأهلي لا هو الرجل وصل إلى مرحلة التمرس وتعليقا على قصة بيرامدز بيرامدز أمامه فرصة العمر تحت ضغوط كبيرة جدا من مولاك النادي أنه حتى هذه اللحظة لما يستطع بيرامدز أنه يتوج ببطولة جات له الفرصة من حيث لا يدر انتهى مصمو الأفريقي بخروج حزين مخيب للأمال أمام رومو جلانس المنافسة ضعيف جدا من الدوري الجنوب الأفريقي خسر الكاس أمام النادي الأهلي قابل قوصين أو أدنى من خسارة الدوري فجات له الفرصة من السمن إنه يحاول أن يعدل من موقف زي ما مرسل قوله أقل اللعي بالنادي الأهلي هو الضغوط عليه أقل وأنا جايبني محدش مطالب مني حاجة أنا كده كنتش أشارك في البطولة أنا أشارك فيها بس عشان هنقز موقف فاخسرت مش هيبقى مشكلة لو جسبت بقى إنجاز تاريخ البرامدز إنها هتبقى أول البطولة تحط في الدوري